بسم الله الرحمن الرحيم أبناء وبناتي طلبة وطالبات المدارس الثانوية الزراعية أهلا ومرحبا بكم ولقاء جديد وحلقة جديدة لأبناء وبناتي طلبة وطالبات الصف الثالث برنامج فني إنتاج المحاصيل إن شاء الله في لقاء اليوم هتكون حلقة النهاردة عن مراجعة للوحدة الأولى لكي نعدك إعداد جيد لعملية التقييم الوحدة الأولى اللي إحنا كنا عرضناها عليكم أبناء وبناتي منذ فترة كانت بتكلم عن تطبيق الممارسات الزراعية لإنتاج محصول بنجر السكر طيب إحنا النهاردة لما حنتناول هذه الوحدة كمراجعة حنتناولها إزاي علشان تبقوا مستعدين والكل يتابع معايا وتبدأ تتابع خريضة العرض لبرامجنا على هذه الشاشة في برنامج في بيتنا مدرسة لأن إحنا حنعدك إعداد جيد لكي تقيم وإنت طبعا طالب في سنة تالتة وعارف أهمية التقييم وعارف أهمية أنك إنت تكون معد إعداد جيد علشان تتقيم وتحصل على أنك تكون طالب جدير من أول مرة للتقييم مهم جدا ده ومهم جدا وإنت عارف الكلام ده أبناء وبناتو عارفين الكلام ده كويس أن التقييم يتم على المخرجات على ما تحتويه المخرجات من أدل من معايير تعلم وهذه المعايير تحتاج إلى أدل التعلم معايير الأداء ديت اللي هو كل مخرج يحتوي على مجموعة من معايير الأداء معايير الأداء هذه المعايير بتحتاج من أبناء وبناتي أن إحنا نتقدمهم بدليل تعلم هذا الدليل التعلم إحنا قلنا أن إحنا بيتنوع هذا الدليل ما بين دليل تساؤل تحريري أو دليل تساؤل شفوي أو بطاقة مراجعة منتج أو بطاقة ملاحظة ثلاث أنواع من الأدلة هذه الأدلة إحنا بنوثقها والطالب بيحتفظ بها في ملاف الإنجاز الخاص به في غرفة التحقق التقييم والتحقق في المدرسة ليه؟ لأن في النهاية ملاف الإنجاز بتاعك ده بيبقى عبارة عن مجموعة أدلة التعلم التي تقدمت بيها وإكتازت الوحدات من أول وحدة في الصف الأول لآخر وحدة في الصف الثالث ده عبارة عن ملاف الإنجاز بتاعك ملاف الإنجاز ده هو الدليل الدامغ على أنك اكتازت برنامج فني إنتاج المحاصيل وعلى أنك أنت اكتازت جميع وحدات هذا البرنامج وعليه بتكون أنت طالب وصلت إلى التقييم النهائي لأنه لا يخضع للتقييم النهائي علشان كده أبناء وبناتي بتيجي أهمية الحلقات التي نراجع فيها الوحدات التي سبق عرضها عليكم وده إيمانا مننا بأنك أنت لازم تكتازي الوحدة من أول مرة لكي تحصل على الدرجة التي تخص هذه الجزئية لأن حصولك على جدير من أول مرة له درجة معينة من درجات التقييم في المهمة أو في التقييم النهائي لك داخل الدرجة الكلية لملاف الإنجاز وإحنا بنفحص ملاف الإنجاز بتاعك بنشوفك أنت اكتازت جميع وحدات البرنامج بتاعك من المرة الأولى بتاخد الدرجة المخصصة لهذا حسب اللايحة اللي هم العشرين درجة إن لم تكتاز وحدة من الوحدات في المرة الأولى بينزل السكور بتاعك وبتنزل الدرجة اللي أنت تحصل عليها وده كله من الدرجة الكلية اللي أنت المفروض تحصل على أقصى درجة علشان خاطر تبقى مؤهل لاستكمال التعليم بعد المستوى الثالث طيب النهاردة إن شاء الله هنتحدث معاكم أبناء وأبناتي زي ما هنشوف على الشاشة عن وحدة تطبيق الممارسات الزراعية لإنتاج محصول بنجر السكر وبنبدأ أنا معاكم وإنتوا طالب سنة ثالثة الأول بما هو مطلوب منك من أدل التعلم لأن أنا هختلف في أدائي معاك عن أدائي للصف الثاني أو عن أداء للصف الأول يعني الصف الأول لسه طالب حديث العهد ببرامج الجدارات لسه عايز يفهم يعني إيه جدارة يعني إيه مهارة يعني إيه معيار أداء يعني إيه دليل تعلم ويعني إيه ملف إنجاز ويفهم همية هذه المصطلحات وطالب سنة ثانية خلاص مارسها لمدة عام وفهم إمتى يكون جدير وإمتى غير جدير بعد وما هي عدد المرات التي يخضع فيها للتقييم اللي هم قلنا ثلاث مرات للتقييم ثلاث فرص الفرص الأولى اللي هي التي يعلن عنها داخل المدرسة وكل الطلبة بإعلامه بما عاد التقييم الخاص بالوحدة أو المخرج داخل هذه الوحدة ثم تخضع للتقييم في المعاد المناسب إما أن تكون قد اكتزته نتيجة لأنك إنت قدمت أدل التعلم تفي بالغرض وتحكم عليك بأنك تغالب جدير وإما أن تكون غير جدير بعد نتيجة لعدم تقديمك لأدل التعلم كافية أو لغيابك في يوم التقييم وبالتالي هنا إذا انتهت فترة التقييم يكون لك الحق في فرصة تانية فرصة تانية ديت بتكون بعد مدة أسبوع من تاريخ انتهاء فترة التقييم الأولى حسب ما ورد في اللايحة طيب أنت خضعت للتقييم للفرصة التانية في نفس المخرج ولم تكتازه نتيجة لأنك إنت برضو لم تتقدم بأدلة التعلم الكافية التي تبرهن على أنك جدير أو أنك إنت غيبت برضو وما حضرتش في الفرصة التانية للتقييم في الفترة في الوقت ده يبقى أنت لك برنامج علاجي لو أنت غيب أي يوم التقييم بس مع حضورك في بيئة التعلم اللي هي المدرسة أثناء تعلم أو أثناء تدريس الإيه؟ أثناء تدريس الوحدة أو المخرج ده يبقى أنت لابد أن كنت تكون حضرت أثناء تدريس المخرج لكي تكون معدل التقييم أما تيجي بقى تغيب يوم التقييم ده أنت بعد كده لك فرصة تانية ممكن خلال أسبوع تتقيم إذا انتهت فرصة التقييم كلها ومعادة التقييم يبقى لك فرصة تانية ما جيتش برضو في الفرصة التانية نتيجة لعذر ما أو لسبب ما يبقى لك برنامج إيه؟ برنامج علاجي مقابل دفع رسوم حددتها الليحة بـ 150 جنيه للوحدة وده هذا الرسم مقابل أنك تخضع لعدد معين من الساعات في التدريب ثم تقيم بناء على هذا البرنامج العلاجي وبالتالي تعتمد نتيجة طالب جدير طب لو ما كتستش يبقى أنت دور تاني لو في وحدة أو وحدتين أو راسب لو تجاوز عدد الوحدات ثلاث وحدات الكلام ده مهم جدا أننا نقول لكم لأن الكلام ده كلام ثابت من السنة أولى أو لصف الثاني أو لصف الثالث نعود إلى موضوع حلقة اليوم وهي مراجعة وحدة تطبيق الممارسات الزراعية لإنتاج محصول بنجر السكر هنبدأ أبنائي وأبناتي لأولا علشان نطلب منك لأدلة التعلم لازم نعرض عليك معايير الأداء خلاص إحنا بقيت طالب سنة ثالثة قلنا معايير الأداء مهم جدا 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 إن إحنا نفهم يعني معيار أداء علشان نستوعب المطلوب مني كدليل تعلم أول معيار ينفذ زراعة بنجر السكر وفقا للتوصيات الفنية يبقى المعيار الأولاني اللي أنا هنتقيم فيه إن أنا أنفذ الزراع وليس فقط ولكن وفقا للتوصيات الفنية يبقى مهم أولا هو بقى بص أنا عرض عليك ليه المعايير بعرض عليك المعايير عشان تفهم دليل الأداء دليل التعلم ليه؟ لأن معيار الأداء ده هو لابد إن أنا أقيمه بدليل تعلم أيا كان نوع دليل التعلم إبه هنا لو أنا جيت وقفت كده ينفذ زراعة بنجر السكر واسكت لا؟ طب أنا أقيمك إزاي؟ لازم يكون فيه معيار يبقى وفقا للتوصيات الفنية اتنين يضبط الكثافة النباتية المناسبة ومش فقط كده وبس وفقا للتوصيات الفني إذا قال لك إن الكثافة النباتية نبات في كل جورة يبقى لازم أزيل كل النباتات المؤزائدة في الجورة عن نبات واحد ومش بأي طريقة أبنائي وبناتي لابد إن إحنا نتكلم كويس أو في الجزئة دي ونقول إن إحنا بنستبقي على أقوى نبات ونتخلص من النباتات الضعيفة والمصابة ويبقى أكبر نبات وصح نبات لأن ده هو اللي هيستمر معي لنهاية الموسم وهو ده اللي هيديني المحصول المتوقع المعيار الثالث يقاوم الحشائش في بنجر السكر بالطرق المثلة يبقى أنا لما أجأ أقول لك يقاوم الحشائش أبنائي وبناتي مش هنسيبك كده على المطلق لا ده أنا هنحدد لك وأقول لك بالطرق المثلة طب الطرق المثلة إيه؟ أنا أنا أقنش فيها أنت والمقيم بتاعك وهيطلب منك طريقة معينة أربعة يقاوم الآفات في بنجر السكر بالطرق السليمة خامسة ينفس برنامج التسميد حسب المعدلات والاحتياجات السمادية شوف ركز قوي على الشرط ده وأنا حبيت إيه؟ أدهولك بلون مختلف علشان خاطر تبقى فاهم أهمية معايير الأداء وأهمية الشرط اللي بيحتوي عليه معيار الأداء لأن لما نقول ينفس برنامج الرأي دي مهار لما أقول لك حسب الاحتياجات المائية يبقى ده شرط أصبح معيار أداء سبعة يحصد يعني بيقلع البنجر مع المحافظة على الجزور ليه بقول مع المحافظة على الجزور؟ لأن الجزور هي الناتج الأساسي للمحصور الجزور هي إيه أبناء وبنادي؟ هي الناتج الأساسي للمحصور لما بزرع المحصول لازم يكون عند جزء اقتصاد يزرع من أجله المحصول وإنت خلاص بصيلة السنة ثالثة المفروض أن أنت تحدد الجزء الاقتصادي في المحصول بتاعك وفقا لنوع المحصول يعني محصول بنجر يبقى الجزء الاقتصادي بتاعه هو الجزر الأصب محصول أصب السكر وهندرسه إن شاء الله في الفصل الدراسي الثاني لا دا الجزء الاقتصادي هو السيقان محصول زي محصول القط لا دا الجزء الاقتصادي هو اللوزة محصول زي محصول الأمح لا دا الجزء الاقتصادي هو السنابل ونفس الرز هو السنابل الحبوب اللي هتبقى تشيل الحبوب السنابل هو الجزء الذي يحمل الحبوب محصول زي محصول الزورة الشامية لا دا الجزء الاقتصادي فيه هو الكزان مش السقار الكزان محصول زي محصول الكتان الجزء الاقتصادي فيه هي الساق والثمرة لأن هذا المحصول قد يزرع وانت درست الكلام ده في الوحدة للمحاصيل الألياف في الصف الثاني كما كنا بنقول لك محصول الكتان يزرع لغرض إنتاج الألياف من الساق اللي هي الألياف الساقية إذا زرع لغرض إنتاج الألياف أو يزرع لغرض إنتاج البزور من الكابسولات أو يزرع لثناء الغرض إنتاج الألياف والبزور يبقى هنا مقصد الكلام أبنائي وبناتي أن لكل محصول جزء اقتصادي يزرع من أجل هذا المحصول وتبقى طول موسم الزراع تؤدي العمليات الزراعية حسب التوصيات الفنية التي وردت كحزمة معاملات في بطاقة الوصف الخاصة بهذا المحصول علشان في الآخر تحصل على المحصول الأمثل تعظم من الإنتاج لأن حزمة المعاملات التي تتم على أي محصول الغرض منها الحصول على أعلى معدل إنتاج عارفين يعني يا أبنائي وبناتي لما بنقول الحصول على أعلى معدل للإنتاج من وحدة المساحة اللي هو ما يقصد به التوسع الرأسي لكن هناك نوع آخر من التوسع وإحنا هنا بنسري المعلومات لكم وبنزود المعلومات الخاصة بكم أبنائي وبناتي أما بنقول توسع وهذا أمر نسعى له سعيا حسيسا وتوفر له الدولة كافة إمكانياتها لكي نحقق الاكتفاء الزاتي من الإنتاج الزراعي الذي تقوم عليه كثير من الصناعات والمنتجات الصناعية المتنوعة كما يعتبر تعتبر المحاصيل التصديرية مصدرا للعملة الصعبة التي تعتبر مقوم مهم جدا من مقومات الاستثمار في وطننا الحبيب يبا هنا أبنائي وبناتي حينما نتحدث عن المحاصيل لابد أن نعي تماما الجزء الاقتصادي ثم نتحدث عن حزمة المعاملات التي تهدف إلى تعظيم الإنتاج واللي احنا بنقصد به التوسع الرأسي بأنه هو زيادة المنتج من وحدة المساحة أو التوسع الأفق وهو زيادة الرقعة الزراعية بإضافة مساحات جديدة وهذا ما تتبناه الدول وتوفر له كافة الإمكانيات لاستصلاح أراضي زراعية جديدة تدخل في نطاق الإنتاج الأراضي الجديدة في المشروعات الجديدة الواعدة التي ستلبي إن شاء الله وتحقق الاكتفاء الزادي من الإنتاج من المحاصيل والمحاصيل الاستراتيجية ومحاصيل التصدير نعود فنقول أن مراجعة الوحدة تستوجب مني عرض معايير الأداء وعرضتلكم معايير الأداء لهم السبع معايير اللي احنا عرضناهم عليكم على شاشتنا في برنامجنا في بيتنا مدرسة يبقى لي أن أتحدث عن ما هو مطلوب منك من أدل التعلم وحنعرض لك دلوقتي أدلة التعلم وتنوع أدلة التعلم قد تكون أدلة التعلم زي ما احنا قلنا وقلنا في حلقات سابقة لطلبة الصف الأول أو طلبة الصف الثاني وأنا أتحدث إليكم أبناء وبناتي طلبة الصف الثالث وتعلمون أن أدلة التعلم هي بطاقة ملاحظة أو بطاقة مراجعة منتج أو دليل تساؤل شافوا أو تحرير هنا أنا بنؤكد على أدلة التعلم وهعرضها لكم على الشاشة علشان خاطر تعي تماما إنما حنما نعرض عليك معايير يبقى مطلوب لها أدلة التعلم ولما أقولوا لدليل التعلم لابد أن يتوافق دليل التعلم مع معايير الأداء يبقى أدلة التعلم قلنا إيه أبنائي وبناتي تلات أدلة بطاقة ملاحظة وبطاقة الملاحظة معناها المهارات لأن أنا بتابعك نكلفك ثم تتابع أثناء أدائك للمهارة وفقا لمعيير الأداء يبقى هنا المتابعة تستوجب منك أنك أنت تؤدي وفق سلوك معين طالما أن أنا بقول لك إيه إن دليل التعلم المطلوب منك بطاقة ملاحظة خطوات يعني أما أقول لك ينفذ زراعة بنجر السكر يبقى على طول تستدعي ما لديك من معلومات ومعارف في صورة مهارات يعني إيه يعني خدمة الأرض ولما بقول خدمة الأرض لازم تعي تماما عمليات الخدمة وتسلسلها لأن المقصود بعمليات الخدمة هو عمل أو تهيئة مهد مناسب لزراعة التقاوي خد بالك شوف الهدف من عملية الخدمة خدمة الأرض قبل الزراعة تهيئة مهد مناسب عارف يعني تهيئة أنك أنت تخلق تصنع توفر مهد مناسب يعني بيئة مناسبة يعني مكان مناسب لزراعة هذه التقاوي لأن هذه التقاوي تمثل لك نبات النبات يمثل لك محصول يبقى هذا المحصول هيتوقف على عمليات الخدمة تاني حاجة دليل بطاقة مراجعة منتج لما أجي أطلب منك دليل بطاقة مراجعة منتج يعني إيه يعني تكون قادرا على أن تقف على شروط الحرط الجيد أو شروط التسوية الجيدة أو شروط التخطيط الجيد بما يتفق مع ما هو مطلوب من توصيات فنية طيب بعد كده الشكل وتجهيز الجزور لما تقلع النباتات في وقت الحصاد تقلع إزاي؟ الفنيات بتاعت التقليع مهارة الحصاد أنت تحصد علامات النطج التي يجب أن تتوافر علشان تحصد المحصول وعلشان تصل بنسبة السكر إلى البنط المناسب لأن أنت بتحاسب مادياً في المصنع على أساس ما تحتويه الجزور من نسبة سكر أنت عارف أن نسبة السكر في بنجر سكر أبنائي وبناتي حوالي 18 إلى 20% وبالتالي كلما زادت نسبة السكر في الجزور كلما زادت قيمة المحصول التجاري يبقى أنا لما بزود أو بعمل عاملات هذه المعاملات بتكون الهدف منها زيادة نسبة السكر أو تركيز نسبة السكر هنا عائد مادي بيعود علي يبقى لازم أنا أسعى إلى تنفيذ حزمة المعاملات التي تحقق لي هذه النسبة وحنذكرها كويسة طيب لما نيجي نقول عندي دليل تساؤل دليل التساؤل شقيه إما دليل تساؤل شافوي وإما دليل تساؤل تحرير دليل تساؤل شافوي هو عبارة عن منقشة أثناء تادية لمهارة معينة أو معيار معين من معايير الأداء علشان المقيم بتاعك يتأكد من أدوات تقييم لأن هنا حاجة اسمها أدوات التقييم هو لا بد أن يكون هناك مصداقية وموضوعية وأن يكون التقييم متسق متسق مع المعايير كل ده أنت كطالب تنتمي إلى برامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا للجدارات المهنية لا بد أن تكون ملما إلماما جيدا بما هو مطلوب منك خاصة أنت في سنة ثالثة وباقي لك وقت بسيط لكي تصل إلى التقييم النهائي أو ما يسمى بالمهم خلاص باقي لك وقت بسيط عدد معين من الوحدات خلال الفصل الدراسي الأول اللي هو أوشك على الانتهاء ثم الفصل الدراسي الثاني وحينما تكتاز هذه الوحدات تكون هنا جاهز لأن تقيم التقييم النهائي أو للمهمة اللي هي بتؤهلك للحصول على المؤهل الدراسي اللي هي الشهادة بتاعة دبلوم المدارس السنوية الزراعية برامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا للجدرات المهنية التي تعدك إلى سوق العمل ده الهدف برامج الجدرات تؤهلك لسوق العمل بتخرج لسوق العمل عندك مهاراتك عندك معارفك التي تؤهلك لسوق العمل وخاصة حينما تخضع للتقييم النهائي يكون من بين المقيمين أحد العاملين بمجال سوق العمل ورية الأعمال أو العمل الزراعي في مختلف الجدرات أو في مختلف البرامج لكي يحكم عليك أنك طالب جدير وتصلح لأن تكون طالب لكي تكون عاملا وفق المنظومة التي يضع معاييرها هو بما إنك انت اكتست وأصبحت طالب جدير نعود أبناء وبناتي إلى ما يعرض عليكم على الشاشة وهو تطبيق الممارسات الزراعية اللي إحنا هنتكلم على حاجة مهمة جدا 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 وهي أول حاجة الأهمية الاقتصادية لاستخراج محصول بنجر السكر أول أهمية من الأهمية الاقتصادية زي ما أنتم شايفين كده اقروا كده اقروا كده اللي موجود قدامكم على الشاشة علشان خاطر أنا لما أعرضه يبقى أنت أريته أنا معاك هوا تقرأ كده أول واحد استخراج وصناعة السكر يبقى أبناء وبناتي أول معلومة موجودة قدامك دلوقتي من المعلومات المعروضة قدامك وهي من ضمن أهمية الاقتصادية أنا كده بقى بنعمل إيه بنعدك للتقييم زي ما أنت شايف على الشاشة الأهمية الاقتصادية استخراج ما إحنا عرضنا عليكم بقى زي ما أنتم عارف قبل كده هو قلنا عرضنا عليك لأدلة التعلم دليل الأداء في صورة بطاقة ملاحظة أو اختبار شافوي أو اختبار تحرير وأعرضت عليك قبل كده المعايير اللي هي هي أنا بسترجع تاني هون معلومات علشان خاطر إيه تتبنت كده معايا واحدة واحدة لأن إحنا قلنا الحلقة دي حلقة إيه حلقة مراجعة يعني إيه حلقة مراجعة حلقة مراجعة يعني بنعدك للتقييم يبقى هنا إحنا بنقول أول حاجة ننفذ زراعة البنجر السكر وفقا للتوصيات اتنين يضبط الكسافة النباتية المناسبة وفقا للتوصيات الفنية تلاتة يقاوم الحشائش في بنجر السكر بالطرق المسلح بتسترجع معاك المعايير أهو معايير الأداء علشان لما نعرض لك المعارف الموجودة يبقى أن تفاهم ورابط ما بين المعلومات وبعضها لأن حتيب أنت مطالب بتقديم أدل التعلم لهذه المعايير أربعة يقاوم الآفات في بنجر السكر بطرق سليمة خمسة ينفذ برامج التسميد حسب المعدلات والاحتياجات السمادية ستة ينفذ برامج الري حسب الاحتياطات الاحتياجات المائية أو المقنن المائي هنا سبعة يحصد أو يقلع بنجر السكر مع المحافظة على الجزور مدية الأدلة المختلفة لأدلة التعلم المطلوبة ثم نبدأ في عرض أول معلومة وهي الأهمية الاقتصادية واحد استخراج وصناعة السكر اتنين تغزية الحيوانات على الأوراق ثلاثة يحتاج لكمية مياه أقل من القصر لأنه محصول شتوي أربعة يمكن زراعته بالأراضي الجديدة ودي حاجة مهمة جدا جدا تميز محصول البنجر عن محاصيل كثيرة خمسة محصول شتوي يتحمل الملوحة ودي كمان برضو صفة من الصفات التي تميز محصول بنجر السكر عن محاصيل أخرى كثيرة وتجعله واسع النطاق في الزراعة يمكس في الأرض فترة قصيرة ويحتاج لكمية مياه أقل دية أبناء وأبناتي أهمية محصول البنجر سبعة ينتج الفدان الواحد حوالي عشرين طن هذه الكمية كمية مناسبة جدا يحتوي البنجر على نسبة من الصكر من 17 إلى 20% يعني إيه أبناء بناء؟ معلومة بسيطة كده يعني الطن ألف كيل لما نيجي نقولك أن نسبة السكر 17 إلى 20% أنا كده أديتك طرف الإجابة في طي الحديث يبقى كمية السكر النتيجة من الألف كيلو كام خد بالك معاي مش محتاجة حاجة خالص محتاجة ألي حزب عايز أسمع ردودكم وعايز أسمع نشاطكم معاي وتفعلكم معاي لو أنا عندي طن الطن ده كام كيلو أيوة تمام 1000 كيلو لو قلنا أن نسبة السكر 17% في الكمية في العينة دي يبقى الطن ده يديك كم كيلو سكر سامع طالب بيقول 100 برافو عليك 170 كيلو طالب تاني بيقول كم ليه بقى 180 لا هي نسبة السكر لما نقول 17% يبقى لو كان عندي طن 1000 كيلو يبقى بيديني معدل 170 كيلو جرام طيب لو نسبة السكر 20% يبقى بيديني 200 كيلو جرام يبقى كل طن جزور بتديني ما بينه 170 لـ 200 كيلو جرام سكر واخد بالك بقى ده كمية جميلة جدا وكمية مناسبة جدا كل طن من الجزور ينتج 170 لـ 200 كيلو ده معنى 17 إلى 20% سكر يعني ايه بمعدل تاني بسيط خالص خالص لأبناء وبناتي لو انت عندك 100 كيلو جزور بلاش 1000 بقى بلاش طن 100 كيلو جزور بنجر الميت كيلو دولت حينما يصنعهم لإنتاج السكر هيطلعولك كم كيلو سكر من 17 إلى 20 كيلو هي دي نسبة 17 إلى 20% فاهم أبناء وبناتي فاهمين فاهمين النسبة دي يبقى لما نقول أن نسبة السكر 17 إلى 20% يعني أن كل 100 كيلو جزور كل 100 كيلو جزور تحتوي على 17 إلى 20 كيلو جرام سكر تمانية نجحت زراعة البنجر في الأراضي الجديدة بمنطقة غرب النوبرية وهذه منطقة واعدة تبشر بالخير لأن البنجر بيعطي فيها محصول مجيد أو مناسب كما يزرع بمحافظات كفر الشيخ ومحافظة كفر الشيخ أراضيها لها خصوصية معينة ليه؟ لأنها في شمال الدلتة وقد تحتوي الأراضي بتاعتها على كمية من الأملاح نتيجة لأنها في مناطق منخفضة وبتحصل أو بتكون مصب لمياه الصرف الزراعي لجميع مصارف الجمهوري وبالتالي كمنسوب الماء الأرض بتاعها مرتفع ونسبة الأملاح بتاعتها مرتفع يبقى لما تنجح لما ينجح بنجر السكر في زراعة في أراضي كفر الشيخ وفي أراضي غرب النوبرية ده هذه هي الصفة تميزه عن كثير من المحاصيل كما تنجح زراعته بأراضي محافظة الدقاهلية والمينيا وصهاج وقنة الله ده احنا دخلنا في محافظات الوجه الإبل نعم طب الوجه الإبل بتنتشر فيه محصول آخر من محاصيل السكر وهو محصول الأصب هل هنا دلوقتي أن محصول البنجر حيبقى منافس لمحصول الأصب ده مكمل لمحصول الأصب ليه أبنائي وبناتي لأن محصول القصب يزرع في الوجه الإبل وفي محافظات الوجه الإبل التي تتميز بتأنها معدلات الحرارة فيها عالية بينتشر فيها محصول قصب السكر وهو محصول معمر يمكث في الأرض لعدد من السنوات سواء ديني السنة الأولى الأصب البكر أو الخلفة أولى ثم خلفة اتنين ثم خلفة ثلاثة ثم يتم حصاده وتخلص من البقايا بتاعت الجزور بتاعته بخدمة الأرض وزرعتها بمحصول بقولي صيفي يجي هنا السؤال يا أستاذ ده محصول الأصب بنحصده في شهر يناير يبقى هنا أنا ممكن أحصل وزرع محصول شتوي هقولك من الأفضل أن تتم عمليات الخدمة وتنظيف الأرض من بقايا الجزور الخاص بمحصول الأصب خلال أشهر الشتة المحصول الشتوي لكي تعد الأرض إعداد جيد لزراعة الصيف وده هنتكلم فيه تفصيلا لما نتعرض إلى هذا المحصول نعود إلى موضوع حلقة اليوم وهو البنجر نتكلم على ما هو مطلوب منك من أدل التعلم وأنا عرضت لك معايير الأداء وأدلة المطلوبة وعرضت لك الأهمية الاقتصادية ووصلنا إلى أن البنجر بيتميز به أهمية اقتصادية كثيرة جدا تتنوع هذه الأهمية الاقتصادية ما بينه إنتاج السكر الورق بتاعه بإنتاج السكر بنسبة 17-20% هذا ما يستوجب عليك فهمه أن كل 100 كيلو جرام من الجزور تعطي أو تنتج 17-20 كيلو جرام سكر يبقى كل طن أو 1000 كيلو بيتدوني 170-200 كيلو جرام سكر وده معدل جيد ومعدل محترب لمحصول بنجر السكر نتكلم على الأوراق بتاعة البنجر أوراق البنجر تصلح لتغذية الحيوانات عليه وتصلح أيضا إنها تجفف وتستخدم كسلاك يغزع عليه الحيوانات ليه؟ لأن كمية الأوراق بتاعة محصول بنجر السكر أبنائي وبناتي بتكون كبيرة جدا بتصل إلى حوالي 30-40% من وزن الجزور يشوف بقى تخيل أنا عايزك تنشط ذهنك معاي طب إيه أنت أستاذ قلت من شوية على الشاشة أن الفدان الواحد ينتج حوالي 20 طن من الجزور طب يديني كم بقى لو قلت إن معدل الأوراق معدل وزن الأوراق 30-40% من الجزور يبقى الفدان يديني حوالي 3 طن أو 4 طن أو 5 طن من 3-5 طن الأوراق وده كمية من العلف الأخضر كويس جدا خصوصا أن هذه الأوراق قد تقدم للحيوانات خضراء وقد تجفف وتستخدم كسلاك أو دريس زي ما أنت عايز وقد تفرم وتضاف إلى الأرض وتقلب بالأرض أثناء عملية الحرس بعد جفافها الجفاف المناسب لتزيد من محتوى الأرض من المواد العضوية والدبال خاصة في الأراضي الجديدة لازم تعي ده كويس أبنائي وبنات لازم تفهم أن أنا ممكن أدور وممكن أعمل عملية تدوير لاستخدام الأوراق لو أنا بزرع المحصول بتاعي بانجر السكر في منطقة جديدة في أراضي جديدة زي أراضي النبرية مثلا أراضي مستصلحة حديثة هذه الأراضي بتكون بطبيعتها فقيرة في الدبال أو المادة العضوية وده هذه العناصر مهمة جدا جدا لتحسين احتفاظ التربة بالعناصر الغذائية وهي مصدر لمد النباتات بالمواد العناصر الغذائية المختلفة الدبال أو المادة العضوية المتحللة في التربة يبا هي بتزيد من النشاط الحية وداخل التربة كمان حاجة مهمة جدا أنها بتحسن من خواص التربة وخضرتها على أنها تنتص أو تحتفظ بالماء والعناصر الغذائية علشان كده أبناء وبناتي من الواجب أن تعي وتفهم أنك انت المفروض أن الأوراق بتاعة البانجر التي تزل والي 30 إلى 40% من وزن الجزور اللي هي بمعدل 3 إلى 5 طن للفدان المفروض أن أنا باستخدم هذه الأوراق إما في تغذية الحيوان أو أن أنا أدفنها في الأرض علشان خاطر تزيد من محتوى التربة بعد تقليبها طبعا وفرماها بمحاريس معينة تفي بهذا الغرض زي المحاريس الدورانية أو المحاريس القرطية ثم أو المحاريس الألابة أي أن كانت هذه المحاريس الغرض من العملية إيه؟ الغرض منها تفتيت هذه الأوراق ودفنها داخل الطربة لكي تتحلل وتزيد من المحتوى العضوي للأراضي وتحسن من خاصية التماسك أو احتفاظ الأرض بالماء والعناصر الغذائي وتحسن من النشاط الحيوي لهذه الأراضي بعد كده قلنا أن البنجر يزرع في موسم الشتاء في مصر موسم الشتاء يعني بيمكس في الأرض ستة أشهر دي الفترة التي يمكسها البنجر في الأرض حوالي 180 يوم إلى 200 يوم أقصها يبقى هنا هذا المحصول محصول شتو طب لما نقارنوا بمحصول القصب ولما برضو نيجي ندرس لكم محصول القصب كمخرج من المخرجات وحدة تطبيق الموارسات الزراعية لإنتاج السكر هنقول لك نفس الكلام ده نقارن ما بين القصب والبنجر البنجر محصول شتو محصول من محاصيل السكر الشتوية أما القصب محصول من محاصيل السكر الصيفية أما بكلم على البنجر بقول أنه ليس منافسة لمحصول القصب ولكن مكملا له لأن ده شتوي وده صيفي البنجر شتوي والقصب صيفي البنجر حاولي والقصب معمر البنجر الجزء الاقتصادي فيه الجزر والأصب الجزء الاقتصادي فيه الساق البنجر يتكاثر بالبزور أو الثمار قال له نقف هنا نقف هنا بس نقول الأصب يتكاثر بإيه؟ يتكاثر في مصر بالعقلة وفي الموطن الأصلي بالعقلة والبزر نقف بقى كده وقفة كويسة علشان نسري معلومات أبنائي وبناتي طلبة دبلوم المدارس الثانوية الزراعية بهذه المعلومات انت يا أستاذ بتقول على شاشة قطة مصر للتعليم الفني برنامج في بيتنا مدرسة أن البنجر يتكاثر بالثمار أو البزور والقصب يتكاثر بالعقلة في مصر وقد يتكاثر بالبزرة في موطنه الأصلي طب البزرة بتاعة البنجر هل البنجر ينتج تقاوي في مصر؟ قولا واحدا لا ركز معايا تاني أبنائنا اللي لسه داخلين معانا وبمتابعين لعانا لسه عايزك تحضر بزهنك احنا بنتكلم معاك أبنائنا اللي لسه حاضرين وداخلين معانا بنتكلم على مراجعة وحدة تطبيق الممارسات الزراعية لإنتاج البنجر عرضنا المعايير عرضنا قدلة التعلم عرضنا الأهمية الإقتصادية بنتكلم دلوقتي في حاجة مهمة جدا بعد ما قارننا ما بين البنجر والأصب بنتكلم في جزئية يجب عليك أنك أنت تعيها كويس بس إحنا هنرجع برضو علشان أنت داخل معانا اللي هو ما هو مطلوب منك إيه المطلوب منك؟ أنك تفهمه هل بزرة البنجر تنتج في مصر؟ قلنا قولا واحدا لا لا ينتج البنجر تقاوي في مصر طب إحنا بنقول بيتكاثر بإيه في مصر بيزرع بإيه؟ بيزرع بالثمرة أو بالبزور طب إيه الفرق ما بين الثمار والبزور وكلاهما يستورد من الخارج فكز معايا أبناء وبنادي كلاهما يستورد من التمار لأن ده أو ده اسمه تقاوي بنجر بنجر السكر تقاوي يستورد من أبناء وبنادي؟ من الخارج ليه؟ لأن الظروف المصرية لا تناسب إنتاج البزور أو إنتاج التقاوي طب الفرق ما بين الثمرة والبزرع إيه يا أستاذ؟ الفرق بين الثمرة والبزرع أبناء وبناتي أن ثمرة البنجر قد تحتوي على أكثر من بزرع لذلك نقول أن البنجر هناك منه أصناف عديدة الأجنة وأصناف وحيدة الأجنة الفرق ما بين الصنف ده والصنف ده أن الثمار وحيدة الأجنة تحتوي على جنين واحد وبزرع واحد أما الثمار في الأصناف العديدة للأجنة تحتوي على مجموعة من الأجنة وأكثر من بزرع لذلك في الدول المتقدمة بيزرع البنجر بالبزور وحيدة الأجنة بزراع الآلية لأنه بيزرع مساحات كبيرة جدا بالبلانتر وبالتالي لا يحتاج بعد كده إلى عمليات خف لأن الآلة دي بتبقى معايرة يعني إيه معايرة؟ خد بالك من عملية المعايرة يعني إيه؟ يعني عملية الضبط ركز معايا في المصطلحات أما بنقول لك معايرة آلة الزراعة اللي هي البلانتر وده مش شغل أنت مش شغل طالب الفني إنتاج المحاصيل أنت تراقب الآداء أنت تتابع الآداء علشان الأرض بتاعتك وهي بتتزرع تكون واقف على الراجل الفني اللي بيزرعها اللي هو راكب الآلة اللي هي بتبقى مقتورة في جرار خلفية جرار أو بلانتر ذاتي بيزرع كوحدة مستقلة بتاخد بالك من الأداء علشان تقول له الكوز إيه ده؟ إنت نسيته أو جوانب الحقل أو الزوايا يبقى الشيء تحكم عملية الزراعة علشان تصل إلى الحد الأمثل من النباتات في وحدة المساحة يبقى أنت تراقب أنت تتابع الزراعة الآلي وقلنا أن البلانتر في الأراضي في الحينما يستخدم في الزراعة سواء في مصر أو في البلاد المتقدمة بيقوم بزراعة البزور وحدة الأجنة ليه؟ لأن العمالة في الدول المتقدمة نادرة مش موجودة طبعا أنا عندي في مصر عندي عمالة كتير ما شاء الله ابنائنا وبناتنا الفنيين المثقفين اللي هم مدربين اللي هم انتموا إلى البرامج الدراسية ذات المناهج المبنية وفقا للجرارات المنية أصبحهم يغزوا احتياجات السوق ويلبوا احتياجات أصحاب المزارع والشركات التي تعمل في مجال إنتاج التقاوي وإنتاج المحاصيل الحقلية يبقى أنت لما هتلتحق بالفرصة دي لابد أنك إنت حينما تبني معلومة وتشارك في زراعة البنجر تعي تماما أن البنجر يتكاثر في مصر بالإيه؟ يتكاثر يزرع في مصر بالبزور مش يتكاثر واحد يقول لي طب ما أنا عايزك أو السيد أنت قلت يتكاثر إيه الفرق بين يتكاثر ويزرع أنا أشوف أنا هنا علشان خاطر أعدت للسوق علشان لما تقعد في مقابلة في مقابلة شخصية وصاحب العمل وصاحب الشركة يتناقش معاك يبقى أنت فاهم أنا عايز طالب جدير أنا عايز طالب يكون ملمي بمهارات عنده أفكار عنده معارف عنده فكر واسع عنده قدرة على مواجهة المشكلات وعنده قدرة على الحوار وعنده قدرة على الأداء الراقي وعنده قدرة على أن يكون ملمة بالمهارات المختلفة وفقا لمعايير الأداء يبقى لما يجي سؤال يقول لك إيه الفرق عشان ما ننساشي عندي سؤالين هم يخليك فكرهم أيدهم في نوتس قدامك إيه الفرق بين الثمر والبزرع والبنجر بيتكاثر في مصر بإيه وهي الفرق بين يتكاثر وبين يزرع نجاول قلنا الفرق ما بين البزور العديدة الأجنة والأصناف وحيدة الأجنة أن الثمرة قد تحتوي على أكثر من بزر وبالتالي تعطي أكثر من نبات وهذا ما يتميز به بعض الأصناف العديدة الأجنة أما البزور تحتوي على جنين واحد فقط وهي ما تميز أصناف وحيدة الأجنة قلنا أن البنجر يتكاثر بالبزور أو السمار وكلمة تكاثر هو أننا نزرع البنجر ونحصل على البزور في نفس الموسم وهذا ما لا يتوفر في مصر مهم قوي دي كلمة تكاثر اللي هي يقصد بها دورة الحياة زرعت بزرع تحصل في نهاية الموسم على بزرع دورة الحياة دي تتم في مصر بالنسبة لبنجر السكر لا لا تتم في مصر بنزرع بزرع أو ثمرة وحيدة العديدة الأجنة زي ما هنشوف دلوقتي على الشاشة بيديني مجموع خضري مجموع جزري بنقلع بناخد المجموع الخضري اللي هو العرش اللي هي الأوراق استخدمها في تغذية الحيوانات أو نستخدمها في سواء جافة أو أخضر أو نستخدمها في أن نحن نحسن بها خواص التربة بأن نحن نحلتها في الأرض وتخلط بالأرض وتدفن فيها لكي تتحلل وتزيد من محتوى التربة من المواد العضوية وتزيد من قدرة التربة على الاحتفاظ بالماء والعناصر الغذائية وتحسن من النشاط الحيوي في التربة وهذا كله يعود بالنفع على كمية المحصول وإنتاج الأرض اللي احنا كنا بنتكلم عليه من شوية اللي هو التوسع اللي ايه؟ التوسع الرأسي اللي هو زيادة وحدة الانتاج زيادة معدل الانتاج في وحدة المساحة وده اللي انت بتفهمه كويس جدا الفرق من توسع الرأس وتوسع الأفق طب احنا بننتقل بعد كده إلى الفرق ما بين الزراعة والإكسار الإكسار هو إن احنا نزرع بزرة نحصل على بزرة في نهاية الموسم وده ما بيتوفرش في مصر في محصول بنجر والسكر نزرع بزرة في بداية الموسم الشتوي في معادة الزراعة المناسب اللي هو اكتوبر ونوفمبر حسب العروات نحصل في النهاية إلى على جزور مش بزور جزر جزر بالجيم جزر حنوره لك دلوقتي على الشاشة وليست بزرة لأن البزرة هي ايه؟ هي طريقة التكاثر هي الذي يتكاثر به البنجر وهذا لا ينتج في مصر نتيجة لأن ظروف المناخية لا تسمح بالتزهير والإنتاج البزور لأن البزور تنتج في الخارج وتستوردها مصر سنويا فهمنا ده كويس؟ فهمنا ده كويس ننتقل أبناء وبناتي بعد كده علشان نعرض لكم جزء مهم جدا علشان نستكمل المعلومة أدي الجزر هنا أبناء وبناتي بص بقى لك معايا شوف أدي الجزور وهي كاملة بالجزر خضر تب الصورة دي مش واضحة نوضح لك شوي بص معايا كده تمام بص كده معايا على الشاشة ديت الجزر بتاع محصول البنجر بعد التقليل مباشرة شوفوا أبناء وبناتي شوفهم ما شاء الله شوف حجم الجزر أديه قد يصل أكثر من خمسة كيلو جرام للجزر الواحد ها حينما تتوفر أو نقوم بحزمة المعاملات التي تؤدى على المحصول دي الدين المعدل ده طب الأوراق دي بتروح فين؟ لا الأوراق دي احنا بنشيلها آه هي بص كده قارن يا ابني ما بين ده ما بين ده بص معايا ديت الجزور النبات كامل بعد التقليل ده الجزور بعد منقوم بعملية التنظيف علشان نوردها للايه؟ نوردها للمصنع طب ده ده شكل النبات هذه الأوراق ودي العنق ودي الورقة بالكامل يبقى ده أنا بحاول نسري معلوماتك ونسري مهاراتك شوف شكل النبات ده شكل نبات البنجر ده شكل ايه؟ نبات البنجر وهو بديني الشكل هو بتاعه وهذا اللي احنا حنتوقف عنده عند الصورة الجميلة اللي هي آخر الصورة احنا بنعرضها عليك ديت اللي هو شكل نبات البنجر علشان بعد كده نعدك لاستكمال باقي المعايير الخاصة بهذا المخرج المهم جدا وهذا المحصول المهم جدا كنا بصدد عرض مراجعة لتطبيق الممارسات الزراعية لإنتاج بنجر السكر عرضنا في هذه الحلقة معايير الأداء علشان تبقى فاهم أن المعيار يقبل دليل تعلم وعرضنا بعد كده أدلة التعلم المطلوبة منك المتنوعة اللي هو دليل تساؤل شفوي أو تحريري بطاية ملاحظة مراجعة منتج ثم بدأنا في ديادة مفاهيمك بأن احنا عرضنا الأهمية الاقتصادية لمحصول البنجر وما يتميز به هذا المحصول عن محصول قصر السكر ثم تحدثنا عن الجزء الاقتصادي وقلنا أن الجزر هو الجزء الاقتصادي وقلنا أن الجزر يحتوي على معدل أو نسبة من السكر حوالي 17 إلى 20% سكر بما يعني أن الميت كيلو جرام جزور تعطي سبعين تعطي 17 إلى 20 كيلو جرام سكر أما الطن أو 1000 كيلو جرام جزور يعطي 170 إلى 200 كيلو جرام سكر إلى هنا أبنائي وبناتي بنكونهم انتهينا من الوقت المخصص لهذه الحلقة نعيدكم إن شاء الله في حلقة قادمة أن نستعرض معكم باقي المعايير الخاصة بهذا المخرج لكي تعد إعداد جيد لكي تقيم وتكتاز التقييم من أول مرة لتصبح طالب جدير نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته